مبارح في صباح الخير يا مصر كنا نتكلم مع حضراتكم على الذاكرة وازاي نحن نقدر نقوي ذاكرتنا وإيه أنواع أصلا الذاكرة وازاي الناس بتستوع من المعلومات أو بتحفظ المعلومات فمخاء إيه العوام المساعدة إيه العوام اللي بتؤخر من قدرة الذاكرة على الاستعاب وكلمنا في موضوع ده بشكل مفصل بس كمان لسه يعني بنشوف دلوقتي معظم الناس بيقدوا أغلب وقتهم تحديدا خارج البيت بيأكلوا في المطاعم أو في أي مكان عشان يقدروا أنهم يكملوا يومهم فيه ناس بتكسن ممكن أنها تعمل أكل في البيت فيه ناس بأولادهم عايزين يأكلوا أو تعودوا على أكل الشارع أو أكل المطاعم حتى المشروبات فيه مشروبات كمان غازية كتير جدا تحديدا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وإن كان فيه فصل الشتاء كمان فيه ناس كتير جدا بتنسى تشرب مياه بشكل كافي وبعد كده بقى بنروح آخر اليوم نكمل أكل كده في البيت حتى الأكل اللي في البيت ما بيبقاش كمان صحي جدا مع أنه من مفترض أن طبيعا أن الأكل بيتي بيكون مختلف كمان وأنضف بكتير جدا من الأكل خارج البيت وكالة بقى نضافة زي ما قلت لحضراتكم المكونات اللي حتى بيتم استخدامها في الأكل السؤال المهم برضو يا جمانة إزاي نقدر نقلل من هذه الأطعمة خارج البيت طبعا فيه ناس فترات عملها بتبقى كتير جدا برة لكن إزاي نقدر نقلل من الأطعمة اللي برة قدر المستطاع والمشروبات الغازية وغيرها ونستبدلها بأطعمة أخرى تقوي الزاكرة وأكيد هذه الأطعمة هتكون في البيت وإزاي كمان لسيدات تقدر تفكر في أنها تصنع حاجة في البيت مشابهة يعني قدر المستطاع للأطعمة اللي بتصنع في البرى البيت يعني كل هذه التفاصيلها جاوبنا عليها دكتورة منالة عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية دكتورة صباح الخير فاني صباح الخير على حضرتك وصباح الخير يا جمانة وصباح الخير على السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة التليفزيون المصري يا أهلا بحضرتك معظمنا بنقضي فترة كبيرة جدا برة البيت نتيجة بقى للشغل والزحنة آه طبعا فنتيجة ده أكيد بنتطر نحنا بناكل بر طيب تأثير فضالي فاني هو في البداية حاب أقول تأثير ده على صحة نائحة للأسف الوجبات السريعة والفاست وفود مليئة بالأضرار يعني حتى إحنا في مصطلح بنستخدمه أخصائي التغذية دايما بأنها الوجبات ذات السعرات الفارغة يعني إيه الكلام ده؟ هي فيها سعرات حرارية عالية جدا فيها كمية سكر عالية جدا كمية دهون كبيرة وفي نفس الوقت هي عديمة القيمة الغذائية تقريبا فحضرتك بتاخد سعرات حرارية بتسبب لك أمراض كتيرة زي السكر والسمنة والقلب والضغط وغيرها وفي نفس الوقت بنيجي ندور على الفايدة اللي هي قدمتها للجسم ما بنلاقيش أي فايدة كمان سبحان الله هذه الصناعة صناعة الوجبات السريعة أو الفاست فود خلقت حالة من الإدمان حالة من حب أن أنا كل مخرج عايز أجيب أكل جاهز وعدم الرضا كمان عن أكل البيت ده حقيقي وحالة من عدم الرضا على أكل البيت وده لي أسباب علمية على فكرة إيه اللي بيحصل أو إيه اللي بيسبب حالة الإدمان دي أول حاجة نسبة السكر المرتفعة في هذه الوجبات حضراتكم هتقولولي طب أنا ما بجيبش بسبوسة أو الأكنافة ده أنا جاي بساندويتش بيرجر أو بني فين السكر هنا؟ لا السكر موجود في العيش الفينو اللي موجود في الساندويتش موجود في الكاتشاب موجود في السوس في الدريسنج اللي محتوط دي اسمها سكريات مخفية أنا مش شايفها ولكن الجسم بيعد علي جوه وبيحسبها لما بيخش السكر الجسم في الحالة الطبيعية أو السكر اللي جاي من مصادر طبيعية سبحان الله الأنسولين بيقدر يتعامل معه بكفاءة الأنسولين بيكون في الروح الطيبة وهو بيتعامل مع هذا النموذج من السكر بياخد دور الأنسولين إنه بياخد السكر من جسمنا وبيدخله جوه الخلية عشان ده مصدر للطاقة في الخلية طيب أنا دخلي كل يوم سكر كتير في وجبات كتير سكر كتير الأنسولين هنا بيتحول للأنسولين الشرير بيعمل إيه؟ بيحول هذه السكريات لدهون بتتركز في منطقة البط أجي بعد فترة من التغذية على هذه الوجبات ألاقي بقى فيه كرش كمان السكر بيعمل حالة من الإدمان وحالة من السعادة يعني الأكلات دي سبحان الله أول ما بناكلها مرة اتنين تلاتة بنبتدي بيجي لنا شعور بالسعادة بتأثر فعلا على النواقل العصبية الموجودة في المخ والسكر بيدي كمان شعور بالسعادة ولكن بعد فترة إحنا بناكل الأكلات دي هنلاقي بيجي لنا اكتئاب لأن المخ بيكون خلاص اعتاد على هذه الحالة وهنلاقي نفسنا كمان بنزود في الكميات يعني حضرتك بتبص إحنا بنبتدي ممكن نجي لإكتئاب نتيجة إنها بيكل كبدة من الشارع؟ مش الكبدة كمان مش شارع مثلا يعني لأ إن حضرتك ما ستشرب بعدها مشروب غازي من المشروبات الغازية إن إحنا بناكل البرجر بناكل الحاجات المقلية كتيرة دي كلها بعد فترة بتعمل حالة من الإكتئاب لأن خلاص إح حضرتك نسبة السكر عالية أثرت على المخ أثرت على النواقل العصبية كمان أنا عندي نسبة دهون رهيبة تقريبا في أبحاث كتيرة تعملت ست أضعاف الدهون اللي عملينها في نفس الأكلة موجودة في البيت طبعا الدهون العالية دي طبعا هي دهون للأسف مهدرجة دي زي بقى يا دكتورة بتحصل يعني في ناس دلوقتي حتى يمكن على الفيديوهات اللي بتبقى موجودة على الإنترنت إزاي مثلا لو ساندويتش معينة أو أكلة معينة بنا كلها من مكان بره إزاي تقدر تحضرها في البيت وفي ناس بالفعل بتقدر تحضرها بالزبط لو حتى ليه علاقة بسر معين بصاص معين وده اللي احنا بنقول لهم بيقدروا يعملوه طب إيه الفري يعني هما إيه اللي ممكن يكون بره إيه المكون اللي بتحط بره البيت صحيح بيكون مختلف عن اللي جاء البيت اللي بره البيت زي ما حضرتك بتقولي ممكن هم تلتين بني الاتنين برجر ولكن للأسف بره هو عاوز يطول فترة الصلاحية بتاعت المنتج بتاعه حيث أن حيك حتى لو خدته وقعد معاك في البيت يومين تلاتة يفضل بنفس نسبة الطعم اللي موجود فيه بيحطوا حاجات كمان للقوام دهون عالية لأن الدهون هي مسؤولة عن جزء كبير جدا من الطعم اللذيذ اللي احنا بنحبه وكمان الدهون اللي بيدفوها بتزود في فترة الصلاحية بس للأسف هي بتنقص من فترة صلاحية الإنسان فإحنا عندنا بيحطوا دهون كتير جدا بيحطوا حاجات تديك القوام المطلوب تديك الكرانشي تديك الطعم تديك اللون مكسبات الطعم واللون فطبعا دي كلها حاجات همت بيدفوها در على صحتنا حضرتك مش هتضيفيها في البيت حضرتك طبعا بتطلعي ممكن نفس الطعم ونفس الشكل إلى حد ما ولكن فترة استمرار هذا الطعم معاك مش هتقعد لفترات طويلة زي المطعم بس حضرتك قلتي مثلا السكر الزي اللي موجود مثلا في الفينو أو في الكاتشف طب ما احنا بنجيب الفينو في البيت لا الفينو اللي همت بيستخدموه في هزي المطعم الزي بتاعنا خالص بدليل إن حضرتك في أحد مركات المطعم البرجر الشهيرة لو حضرتك جبت الساندويتش وسبتيه برى التلاجة لمدة 3-4 أيام ودي تجارب موجودة على السوشيال ميديا مش هيحصل له تغهير طبعا معلهوش كاتشف بالعكس انت هتلاقي الجبن بقيت عاملة زي البلاستيك تاني يوم أو تالت يوم شوية هتلاقي اللحمة اللي جوه البرجر دي هي أصلا تقريبا مش لحمة لأنها نسبة كبيرة منها عبارة عن فلسوية عبارة عن دهون عبارة عن أسوأ الأجزاء الموجودة في اللحوم حضرتك لما بتعملي البرجر في البيت بتعمليه صحي عارف انت حطيتي فيه ايه عارف مكونات اللحمة عارف الجزار طبعا كم مكسبات الطعم واللون اللي مضافة دي بيكون لها تأثير سيء جدا حتى حضرتك لو جبنا السندويتش وحطناها في البيت بره تلاجة بتلاقيه بعد يومين ثلاثة بقى محطة بشوية كده أو ناشف أو مالحب زي ما احنا بنقول دي نتيجة الإضافات بيتحط بعض المواد في الفين وبتاحهم بحيث انه هو يدي حضرتك الشكل اللي هو يعني منفوخ شوية واللمعة بالزبط كده دي مواد لها تأثير ضر وليها تأثير مصارت مع مرور الوقت طيب احنا اتكلمنا عن التأثير بشكل أهم على صحة الإنسان على وجه الخصوص بقى على الزكرة ده تأثير ويه على الزكرة طبعا يا فندم ده كله بيأثر على النواقل العصبية في المخ ليه لان اغلب هذه الوجبات بيضيفوا ملح اسمه ملح جلوتومات السوديوم MSG الاختصار بتاعه الملح ده مشكلته يا فندم انه بيلعب على الجهاز العصبي عشان يزود احساسنا بالطعم 8 مرات انه حيك تاكل قطعة الفراخ او البرجر طعمها لذيذ طعمها شاهي ليه لانه حاطة ملح جلوتومات السوديوم او تلوقتي كمان بقى يتباع في الاسواق الشعبية تحت اسم الملح الصيني واللي موجود برضو في الاكياس الشعرية سريعة الاعداد والتحضير هو للأسف هذه النوعية من الملح ضر على جميع الفئة العمرية يعني ضر على الكبار بتأثر على الزكرة ضر على الاطفال بتسبب تشتت الانتباه في فرط الحركة ضعف التحصيل الدراسي لان هو عشان يدينا الطعم الزيادة ده هو طول الوقت عامل ضغط على الجهاز العصبي عشان يزود من شعرنا كمان المخ سبحان الله اغلب تكوينه من الدهون فهو محتاج الدهون الصحية زي الاميجا سري مثلا طبعا الدهون اللي بيستخدموها للأسف في هذه المطاعم هي دهون بعيدة تماما عن الصحة الزيت مستخدم مئات المرات مش اقول عشرات المرات والله اعلم كمان ممكن يكونوا بيستخدموا الزيت اللي بيتم الان اعادة جمعه واعادة تدويره مرة اخرى لان حضرتك مش شاي فطبعا هذه الدهون العالية لما بتيجي تخش عندي على المخ المخ مش عارف يتعامل معاه فبيبتدي يحصل تصلب في الشرايين بيبتدي يحصل ضعف في الزاكرة السكر الكتير كمان اللي داخل مع مرور الوقت ده بيأثر على الاعصاب لان احنا عندنا مرض السكر والاصابة بمقومة الانسولين من الحاجات اللي بتأثر على جسمنا بشكل سيء جدا كمان الاكلات الجاهزة يا فندم ما فيهاش الياف يعني ما فيهش خضار احنا مش شايفين خضار يعني ممكن يحط ترنش الطماطم كده مع حتة خصايدة بلانة على الساندويتش أو كده ده فين الالياف اللي هي بتكون بيأة صالحة للبكتيريا النفعة اللي موجودة في الامعاء كلنا كبشر عندنا بكتيريا نفعة ليها دور ايجابي بترفع من مناعة الجسم موجودة في الجهاز الهضمي للأسف وجود هذه المقليات والزيوت والبهارات بكميات كبيرة والشطة والحاجات دي كلها بتقتل البكتيريا النفعة فانا الشخص مع تكرار استخدام السكر والدهون كمان المناعة ما فيش فرصة ان خلايا دفاعية مناعية تتكون في جسمي فمن هنا بتيجي ان المناعة تضعف طالما المناعة ضعفت في جسم الانسان لان ده الجندي اللي طول الوقت بيدافع عن جسمنا بتبتدي بقى الامراض مش الزكرة بس بيبتدي الجهاز الهضمي بتبتدي مشاكل القلب الكولة الضغط كمان احنا النهاردة في حملة 100 مليون صحة اكتشفنا ان فيه اطفال عندهم ضغط دم مرتفع وسنهم صغير جدا بسبب الوجبات السريعة بسبب الشعرية سريعة الاعداد والتحضير لان الملح طبعا عبارة عن سوديوم بيرتفع لو حد استخدم الشعرية نفسها من غير الاكياس اللي بتبقى فيها اللي هي الملح والمكسبات الطعم والحاجات دي هو طبعا يفضل ان احنا ما نستخدمهاش خالص ولكن لو حد استخدمها بدون فهو بيقلل من الضرر مش بيمنعه طبعا هو الكارثة كلها في مجموعة الاكياس اللي موجودة وكان حصل بسببها مشاكل صحية قبل كده وجات فترة واتسحبت من السوق والله احنا لو عملنا شوية مكارونا في البيت هيكون افضل يعني احنا برضو لازم نرجع للاكل البيتي زي ما حضرتك ذكرت في بداية حوارنا الاكل البيتي انا عارف انا حطيت ايه مش لازم يكون غالي عشان يكون صحة على فكرة الاكلات البسيطة كتير من السادة المشاهدين هيقولوا طب احنا برا البيت ناكل ايه يعني انا في الشغل بخرج من الصبح برجع اخر النهار فيه كذا حل هنقولوا لحضراتكم ممكن افطر كويس قبل منزل طب ما عنديش وقت ان انا افطر يبقى هروح السوبر ماركت اروح اي مكان بيبيع اكل النهاردة سوبر ماركت في كل حتة حوالينا ليه ما جبش مزايا ليه ما جبش سمر اتفاكة والنهاردة ممكن اشتري بالقطع الميزان الالكتروني بيوزنها لي ليه ما جبش عبوة لبن رايب او كوباية زبادي بدل المشروبات الغزية يعني كنز بتاعت المشروبات الغزية دي فيها حوالي 300 صحر حراري مسلا طيب بالنسبة مشروبات الغزية دكتور يعني ما فيش خلاف على ان المشروبات الغزية مدرة دلوقتي شوفنا ابتدت تنتشر قوي هي موجودة طبع من زمان طبعا استخدامها أفضل من المشروبات الغزية طبعا هي ملهاش الضرر بتاع المشروبات الغازية طبعا لأن المشروبات الغازية أنت عندك كمية فورات أعلى عندك ألوان مضافة كميتها أعلى فإحنا بنقول البديل يا كوب بيت لبن يا مياه فورة زي اللي حضرتك ذكرتها يا المياه المعدنية لأن أي حد بيجوع أثناء العمل أبسط حاجة بيروح يعمل كيس بطاطس مقلية شبس يعني ومثلا معه شوكولاتاية وعصير أو كنزة بيبس كيس البطاطس المقلية اللي وزنه حوالي 80 جرام ده في حوالي 550 سعر حراري اللي احنا بنأزأزه وكده ومشبعناش على فكرة ولا استفدنا منه السلينا بس السلينا بس الشوكولاتاية اللي وزنها 35 جرام هي بتديني حوالي 192 سعر حراري كوب بيت العصير حوالي بتديني لا يقل عن 200 سعر حراري الببسي طبعا أعلى لأن السكر احنا عدينا سعرات حرارية وفي الآخر جسمنا ما استفدش طيب في بعض الأحيان دكتورة يعني لو هنتكلم مثلا على الحاجات اللي بتخلي الناس عايزة تاكل برة المكسبات طعمة زي ما حضرتك زكارتي والبهارات طيب لو استخدمنا الحاجات دي في البيت مع تجنب بقى بيت الحاجات التانية اللي هي الزيوت هتكون نضيفة اللحم هتكون احنا اللي جايبينها وعارفين مصدرها هل ده ممكن يؤثر على صحة الإنسان ولا الفكرة في انهم عشان برة بيستخدموها بقى مع زيوت مستخدمة أكتر من مرة فده اللي بيؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان طبعا هو الجانب اللي حضرتك ذكرته اللي هو يعني الشؤون الصحية تقريبا تكاد تكون غائبة اللي هو تكرار استخدام الزيوت وممكن المواد الخام أقل المواد الخام جودة ولكن طبعا لما احنا بنستخدم في البيت المواد الخام بتاعتنا بنستخدم الزيت بتاعنا طبعا احنا مش نصحتنا ان احنا الناس طول الوقت تقلي وتاكل ولكن لو حابب آكل ممكن عملها مرة أو اتنين على مدار الأسبوع يكون فيه طبق صلطة خضرة الخضار مخصول كويس محتوط جنب الأكل لكن اقصد ان البهارات مفيش منها مشكلة البهارات لو مصدر موسوك من وما انكترش منها برضو لان قصرة استخدام البهارات في المجمل هي بتأثر على القولون وبتهيج القولون وبتعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي يعني انا بشوف الشباب جايب سندوتشات تقريبا يكاد يكون السندوتش شطة وفيه نودلز موجودة عشان ما نعرفش ايه اللي فيه اصلا ده حقيقي هو بيخبي المنتج وفيه حاجة كمان بتحصل في جسم الانسان مع اعتيات تناول هذه الأكلات مع مرور الوقت بتزيد نسبة الدهون في أجسامنا سبحان الله لما بتزيد نسبة الدهون في أجسامنا تزوقنا للطعم الأصلي للأكل بيقل بنحب بقى نضيف المايونيز بنحب نضيف الكاتشاب السوس نقطر الملح نقطر الشطة لان الاحساس بالطعم بدأ يغيب خلايا التزوق الموجودة في اللسان بدأ دورها يقل فكلما الحاجة كانت صحية كلما كانت معمولة في البيت وزي ما حضرتك يا أستاذة جمانة ذكرت النهاردة الوصفات مالية الانترنت بدأ للطريقة ألف فأنا نصيحتي للسادة المشاهدين حفظوا على صحة أسركم حفظوا على صحة أولاكم الأكل البيتي الأكل الصحي لازم نرجع للماء إيه ده الأكل الصحي تاني إحنا تهنى النهاردة إحنا فيه جمهور بيظهر في العيد اسمه جمهور العيدية الجمهور ده اللي هو من سن تقريبا 8-9 سنين لسن 20 سنة سنوي كده تلاقي حضرتك أول ما ياخدوا العيدية جاري على محلات الفاستفود هم تبيعيدوا كده هو ده بالنسبة لهم في الحقيقة طلب من الكنترول فوق في بيسألوا عن الناس اللي بيحبوا تفتر بعد الشغل يعني ما يجيبوا مثلا ساندوشات فول بطاطس الحاجات تفتر الصبح التعمية الكلام ده كله خطر والعيد هو طبعا مشكلتنا في ده كله اللي تقالي البطاطس المقلية والطعمية الزيت هم نفسهم هم توقفين يشتروا شايفين شكل الزيت يعني وشايفين لون الزيت ما فيش مشكلة لو ختمها مرة في الأسبوع مش كل يوم ده مهم جدا ومش لازم كل يوم يا جماعة طعمية يعني حتى لو الزيت ده صحي حتى يعني لو الزيت لسه مش كل يوم بس في المجمل يعني لو مرة أو حاجة في الأسبوع ما فيش مشكلة ولكن أنا مشكلة أني نسبة الزيوت العالية اللي دخل جسمي حتى لو الراجل لسه فاتح إزازة الزيت وحطت في الطاصة منها قدام عيني ما ده كله بيجي يركن في الأوعية والشرايين ويأثر على كفاءة الجسم ومناعة الجسم مع مرور الوقت أنا عاوز أقول لحضرتك أن معلقة الزيت الجرام الزيت الواحد المادة الدهنية بتدي تسع سعر حراري فطبعا الطعمية بس إحنا بنشوف مكانها في الورقة كمية زيت قد إيه ده غير اللي جوة الطعمية يعني دخل جسمي قد إيه ما هناخد بطاطس وهناخد مش عارفة فول كمان عليه زيت وهي أغلب الوجبات الفطار للأسف بتبقى نسبة الزيوت فيها عالية جدا فده طبعا مع مرور الوقت بيكون ليه المشكلة حضرتك شايف أنه الزيت اللي بارع زيتون على الفول ما فيش مشكلة لو عملنا الطعمية في الإيرفراير النهاردة اللي هي القلاية الهوائية موجودة في كل بيت النهاردة البطاطس بقيت دي طبعا من الحاجات الصحية الموجودة مش لازم نهر الأكل زيت يعني فيه ناس دايما تمنى الطصة زيت كده وتروح حتى الأكل بحيث أنه هو ده الشهي الصحي كمان وإحنا برى البيت يعني وناس كتيرة تقول طبعا احنا هناكل اضطريت أن أنا أكل برى البيت فيه الأسماك نقدر ناكل سماك الأكلات المشوية أفضل بكتير لو من مكان موصوق منه من الأكلات اللي هي اللي فيها السوس وفيها الكاتشاب وفيها الميونيز وفيها الحاجات دي كلها المشروبات الصحية المصرية بتاعتنا يعني احنا طول الوقت نسينها واتجاهنا وأنا مبسوطة للفترة الأخيرة ساعة أحداث غزة الناس بقى عندها وعي بال يعني المقاطعة شوية والحاجات أتمنى أن ده يكون في صالح صحتنا قبل أي حاجة يكون عنوعي بأهمية صحتنا المشروبات عندنا احنا بفصل الشتة تلوقتي يعني احنا ليه ما نعملش كوباية سحلة كوباية كاكاو باللبن عندنا الينسون النعناع التليو المشروبات دي طيب ليها تأثير على الزكرة بالعكس دي صحية جدا يعني ملاهاش تأثير سلبي قصدي يعني بالعكس من الحاجات آه اللي هي تأثير صحي جدا وبتساعد على التركيز وبتساعد على زيادة التحصيل وبتقوي المناعي يعني احنا عندنا البابونج والكاموميل والجنزبيل والقرفة من الحاجات كمان دي اللي بتزبط مستوى السكر في الدم فالمشروبات دي سبحان الله اللي هي عبارة عن أعشاب بس طبعا تكون من مكان موصوق منه مفهوم طبعا آه دي بتكون صحية جدا على صحتنا طول الوقت بما أننا بنتكلم عن تقوية الزاكرة وازاي الطلاب يقدروا يحصلوا أكتر خلال الفترة دي عايزين من حضرك بعض الأمثلة للخضروات والفواكه اللي بتساعد على التركيز سبحان الله كل الخضار والفكهة بساعد على زيادة التحصيل الدراسي لأنه غني بالمعادن والفيتامينات وخصوصا الحاجات اللي فيها حديد يعني زي عندنا مثلا البتنجان في حديد أغلب الخضروات الورقية كلها فيها حديد بس أهم حاجة دايما أأكد على السادة المشاهدين مهم إن إحنا نخسل الخضار والفكهة بشكل كويس جدا كمان من الحاجات اللي مهمة جدا وبتساعد عندنا على زيادة التحصيل الدراسي الأسماك الأسماك عندنا من الحاجات الهامة جدا بتحتوي على الأوميجاسرير خصوصا سمك الماكريل سمك البوري السالمون السردين لأن المخ زي ما قلنا في بداية حوارنا عايز الدهون الإيجابية فالأسماك عندنا من الاختيارات الكويسة شوية سمك معهم شوية رز شوية صلطة خضرة أكلة متكاملة صحية عندنا كمان إحنا في الشتاء يعني الشتاء لسه ما دخلش قوي بس شربة العدس شربة العدس من الحاجات الغنية بالسلينيام حاجات الغنية بالزنك اللي بتقوي المناعة فيها نسبة حديد معهم شوية خضرة حلوين وممكن إحنا كمصريين كمان أنه على الفكرة دي الأكلة اللي بنت الأهرامات يعني العدس وشربة العدس وفتة العدس دي من الأكلات اللي بتدي طاقة عالية جدا ومتساعد على التحصيل الدراسي بلاش المنبهات بشكل عين يعني لأن المنبهات من الحاجات اللي بتخلي الطالب يقعد فترة طويلة مسحصح وكل حاجة ونيجي ساعة ورقة الأسئلة تتحط خلاص كله بيزير دورات الأسئلة والتركيز في بعض أولياء الأمور بتبقى مقتنعة إنه عشان يركز بساندويتش الحلاوة ده بتدي طاقة وبتخليه يركز ده صح ولا لا ده حقيقي الحلاوة من الحاجات الصحية الجميلة اللي بتدي طاقة وغنية جدا بالسمسم سبحان الله غنية جدا بالسمسم والسمسم من الحاجات اللي بتساعد على التركيز وبتزود الزكاء وغنية بالكلسم يعني دايما بعض الأباء يقولوا الأولاد ما بيحبوش الشاب واللمن بقول الحلاوة الطحنية بس ما أفضلش طول النهار أكل حلاوة برضو من السكر هيعلى عنه فهو لما يبقى ساندويتش في اللانش بوكس أو على وجبة الفطار من الحاجات اللي بتساعد على التركيز البيضة عندي كمان من الحاجات الصحية جدا اللي فيها لازم تكون أساسية في الفطار كمان ده أساسية في الفطار خلال فترة الامتحانات وهو يعتبر تلوقتي أرخص أنواع البروتين الحيواني المتوفرة البضاية الواحدة عندي فيها حوالي 6 جرام بروتين كلهم قابلين لاستفادة شرب المياه من أهم الحاجات اللي بتساعد على التركيز شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية شرفتين ونورتين فن أهلا وسهلا بكم سعدت بلقاكم نحن أسعد شكرا لحضرتك